تسعة وثمانون عاما وما زال الجرح ينزف كل يوم وما زال صدى الكلمات يتردد وحين ثارت العواصف والعواطف لإعدام الأبطال الثلاثة محمد جمجوم وفؤاد حجازي وعاط الزير الشهداء الثلاثة الذين أعدموا على يد سلطات الانتداب بزعم مشاركتهم في احتجاجات ثورة البراقة التي اندلعت عندما نظم اليهود مظاهرة ضخمة لمناسبة ما اسموه ذكرى تدمير هيكل سليمان أتبعوها في اليوم التالي بمظاهرة أخرى في شوارع القدس حتى وصلوا إلى حائط البراقة وهناك راحوا يرددون ناشيدهم في استفزاز شديد وقهر لم تعتد عليه الأنفس الأبية خرج الفلسطينيون ومن ضمنهم الشهداء الثلاثة وقد خلدت القصائد الشهداء الثلاثة لجعلهم أسطورة فداء للوطن وليؤكدوا أن النفوس التي ذهبت في سبيل بلادها ضحية لا تموت ترجمة نانسي قنقر